السلام عليكم يا احلى متتبعين اتمنى ان شاء الله تكونوا على خير ومرحبا بكم في الفيديو اليوم ومازالين ضمن حلويات العيد سنقدم لكم حلوة دوزقتي بكمية وفيرة فقط ببيضة واحدة و بمئتين وخمتين جرام زبدة و بأربع نكهات مختلفة هذه الحلوة اليوم تجيزوينة بزر فما تخليوها اشتفوتكم وتبعو معايا الفيديو حتى الاخر وجربوها ستنال الإعجاب لكم فما تنسوش الفيديو من اللي لايك و غادي ندوزوا على بركة الله باش نتعرفوا على المكونات ديال الحلوة و اولا على بركة الله عندي ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة هادي النوعية اللي كنستعمل نوعية اللي هي مزيانة وتقدروا تخدموا واحدة بالزبدة ديال العلبة عندي ساشي ديال فاني ملعقة صغيرة ديال خميرة الحلويات بيضة واحدة و ثلاثة ديال ملاعق ديال الحليب بودرة كأس ديال الزيت و كذلك كأس ديال سكر سنيدة وبالنسبة للدقيق عندي هنا خمسة ديال كؤوس ديال دقيق اللي غربلتهم و غادي تشوفوش حال غادي نحتاج ديال ديال دقيق في الحلوة و غادي ندوزوا لطريقة ديال تحضير اول حاجة نوضع ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة و نضيف لها كأس خدوا العبار بالكأس ديال العنبه كأس ديال سكر سنيدة و هنا غادي نحاول ندخل لها سنيدة مع الزبدة الزبدة خصها تكون بحرارة المطبخ باش ما تلقوش معها مشكل و من بعد ما كنا ندخل سنيدة في الزبدة مزيان كنضيف لها كأس ديال الزيت و كنستمر و كنخلط المكوينة مزيان انا هنا غادي نسرع الفيديو باش ما نطولش عليكم و غادي نستمر معاكم بشرح فهنا غادي نحاول نخدمه المكوينة مزيان كيف ما كتلاحظوا و من بعد غادي نضيف لهم ثلاثة ديال الملاعق كبار ديال الحليب بودرة كيعطي واحد انك هزوينا الحليوة ديالنا و كيخليها من داخل مرملة وزوينا هنا تقدروا تستعملوا ثلاثة ديال الملاعق ديال الحليب بودرة اولا ديال الناشا اولا ديال كريم باتيسيغ فلكم الاختيار و من بعد ضفت ملعقة صغيرة ديال الخاميرات الحلويات يعني غير 4 غرام فقط ضفت جوج الكوس ديال الدقيق و خلط مزيان و من بعد ضفت جوج ديالكوس ديال الدقيق يعني ده ضفنا 4 ديال الكوس ديال الدقيق و هنا غادي نجمع العجينة ديالي مزيان فبالنسبة لعجينة ما تقصحوهاش لانا ما زال غادي نقصموها كيف ما لحتوها أنا ستجوج ملاعق كبار ديال الدقيق فهناك تبقى حسب نوعية ديال الدقيق اللي كتستعمله تقدروا تديروا فقط تحتاج الملاعق حسب النوعية لكن جميع الحلويات لا تحتاج الملاعق لكي تأتي بشيشة وليس قصحة ونقسمها ونزيدها حجم النواشف ونضيف العجين نحوصه قوامها نقصها على 4 ونزيدها نقصة نكهة نضيف ونزيدة ونزيدة نزيدة لنكهة المبشرة المبشور البرتوقال تستعمل النكهة البرتوقال تشريوها الروح البرتوقال نستعمل المبشور البرتوقال يعطي النكهة رائعة ونضيف القطعة الثالثة اضفت لها الفيرميسيل القطعة الرابعة اضفت لها جوز الهند أي الكوك حسب الاختيار والنكهات ممكن أنتم تحكموا فيهم وكل واحد حسب الضوء انا أعطيتكم فكرة على النكهات وليس يمتعون الكاكاو وقد يستعمل النكهات ونكهات عديدة وكل واحد يستعمل النكهات تقدروا تقوموا بالفيرم بيشترك ومثل نكهات كتباعوا تشريوها النكهة الأولى نشكل المريش من هذا الشهده يجب المنضر زوين بالنسبة للمبشور البرتوقل يبقى مبشور البرتوقل أفضل طبيعي ويعطينا لون طبيعي وزوين وبالنسبة لنكهة يطلق نكهة زوينة يعني الريحة مجهدة وانتو ما تطيبوها ستلاحظوا يعطي واحد نكهة الحلوة زوينة بالنسبة للمرشم ضروري ما نديروه في الدقيق خصوصا هاد المرشم هذا ديال الشهده فراها العجينة كتكون تريارة كتلتسق وكتدخلينا في دوك يعني الأشريطة ديالو باش متعد بكم ضروري كنديرو المرشم في الدقيق وعد كنخدموه به خصوصا هاد المرشم هذا ومشي ضروري يعني انتو ما تخدموه بنفس المرشم فيمكن لي كنت تخدموه بالمرشم اللي عندكم وبشكل انتو ما كتفضلو انا هاد شكيل هذا فضلت نخدموه به هاد طريقة وبالنسبة للشكل الثاني اللي فيها اللي فيه المرشم كيف ملاحظتو انا خدمتو بهاد المرشم انا غد نوريكم كيداير حتى هو نفس الشيء كنديروه في الدقيق وكنرشمهم والحلوة كيكونوا بنفس الكمية وبالنسبة لنكهة الثالثة انا غد نوريكم هنا شكيل بلا مرشم حتى اللي ما عندهاش المرشم تقدر كيف تستعمل هاد شكل هذا كي يجي زوين انتو ما غد شوفوا معايا شكل بسيط وسهل سنستعملو هاد طريقة هادي انتو ما شفتو طريقة اللي هي سهلة بزاف كتضغطو غي شوية يعني ما نقسموهاش نضغطو عليها شوية وكتعطينا هاد ديكور هذا زوين وهنا كنستعملو نص حبة الكوكاو او اللي ديكور وكندغطو عليها كتلصق بهذا الشكل هذا وكتعطينا ديكور لحلوة زوين فهنا اشكال انا فارتجيت معاكم طريقتي وعطيتكم فكرات قدروا تستعملو اي مرشم عندكم ولا اي مرشم كتفضلوه طريقة سهلة كيفما كتلاحظو بالسكين كنشرطوها وكندغطو عليها بكوكاو بها الطريقة كي يجيل منيدر ديالها زوين تقدروا تستعملو هاد طريقة هاد هاد طريقة هادين مبغيتوش تستعملو المرشم هجبات نيوجد زوينة سهلة وكيفما كنقول لكم دائما كيبقى تزين حسب الاختيار وحسب الرغبة ديال كل واحد وكل واحد كيزين الحلوة كيفما بغى لكن كنأكد لكم تجربوا هاد الحلوة هادين وزقتي كتجي زوينة بزف مكوينتها بسيطة وطريقة ديالها سهلة ان شاء الله تجربوها غدي تنال اعجابكم فجتزوينة بزف متعكزوش عليها فرا هي سهلة ونستمر بنفس الكيفية كيفما كتلاحظو كنزين بها الطريقة المقادير اللي شفتوا معي انا حصلت على سبعين حبة فإلا كنتو بغيتو الكيمية اللي هي كثيرة بزف فارا تقدروا الضبلو المقادير غادي يعطيكم كيمية كبيرة بزف ولقد قدرتوا القياس اللي استعملت انا فارا سبعين حبة طاسة ديال الحلوة مشكلة وكنقدروا نوع بها وكيفما شفتوا معي شكيلة اللي هما ساهلين واقتصاديين يعني باش نوجدوا شكل واحد فكنفضل باش نديروا كيمية ديال المقادير اللي تكون قليلة وكيمية اللي هي بسيطة واقتصادية بزف وكنشكلوا الحلوة ديالنا وبالنسبة للشكل الثاني شفتوه معي من قبل شاطولي هاد الوحيدات منهم حتى هما حطيتهم هنا وغادي نكملهم بنفس المريشم ديالهم ولمريشم الاخير استعملت هذا كيفما كتشوفوه هو غادي نستعمله في شكل اللخر وهنا يضغط عليه را تقريبا تقريبا بحال ذاك اللي اللي خدمت به في شكل اللي فيه الفيرميسل نبدل عليه شوية هنا في هاد الحفيرات هادولي كتشوفو غادي نعمرهم بالفيرميسل وغادي نضغط عليهم شوية كيعطوا الدكور والآن غادي ندخل الفرن هنا بعد ما خرجتهم من الفرن كيفما كتشوفوه شكيل دياله كي يجيزوين وبالنسبة لهاد الحفيرات هادولي كنعمرهم بالشكلة ما اللي يكون في الفرن مازال كي طيب غادي نطلو عليه وذوك الحفيرات إلا كانوا شوية يعني تنفخوا كتضغطوا عليهم كيكون مازال سخون في الفرن وهنا كتشكل هاد الحفيرة هادي كتشد بلاستها مزيان وبعد ما كنخرجوهم كنزينهم بهاد طريقة نستعنت بشكلة أبيض وعمرت لهم ذوك الحفيرات ديالهم جاءوا على هاد شكل هادا كذلك هادو زينتهم حتى هما بشوية شكلة بنسبة للشهده فضلت نخليها هكا كتجيزوينة وانتو ما شفتو اللوين اللي اعطاها اللون ديال البرتوقل شكلة بسيطة كيف ما شفتو معايا وفي الماداق كتجي بنينة بزاف واقتصاديا نتمنى ان شاء الله تجربوها غادي تنال الإعجاب ديالكم ما بقى ليها إلا نقول لكم تبقى وعلى خير ونلتقي ان شاء الله في فيديو آخر مع وصفة أخرى فما تنسوش تخليوا لي الأراء ديالكم دائما في كومنتر تشجيعات الفيديو وشجعوني باش نزيد نبارتجي معكم كتر وكنقول لكم شكرا لكم بزاف نقرأ دائما تعاليقكم مرحبا بالناس اجداد اللي انضموا القناة وكذلك مرحبا بالناس القدام لي دائما معايا وكي شجعوني فتبقوا على خير أعزائي ونلتقي ان شاء الله في وصفة أخرى